موسيقى حياكم الله تتغير الأماكن يمر الزمان تتبدل وجوه الساسة والملف السوري عالق في حقل ألغام التناقضات لم ينتشره حتى الآن لا مؤتمر ولا اجتماع في لندن ومن بعد لوزان اجتمع الأمريكيون مع الأوروبيين والحديث في جزئه لا كله عن سوريا ومن بيدهم القرار لم نعد نرى منهم فعلا ولا نسمع منهم إلا كلاما وزير الخارجية الأمريكية يقول إن حلب إن سقطت بعد دمارها فذلك لن ينهي الحرب يحذر الروس ويضيفه بأن موسكو تحاول صناعة حل سوري يشبه الحل في جروني بالشيشان بريطانيا تدرس فرض عقوبات على النظام وروسيا فرنسا لن تتراجع عن ضغوطها على الروس كل ذلك بعد لوزان والحل هناك لم يطرح في النقاش وما نوقش فقط مقترحات ديمستورا لفصل جفة فتح الشام عن الثوار وإخراجها من حلب للأمانة فما يستحق أن نتحدث عنه في لوزان فقط وموقف تركي دعا إلى تنظيف حلب من مقاتلين نصر الإرهابيين كما قالت أنقرة فهل هذه أولى ارتدادات المصالحة التركية الروسية كيف يمكن أن تؤثر في معسكر من يسمون بأصدقاء الشعب السوري خصوصا أن عرابتهم أي أمريكا دعت إلى استمرار المباحثات والمشاورات لا خيارات بديلة كما قال أوبارة في ملفنا الثاني لم تكن كما تخيلوها فسقطت خلال الساعات بيد الثوار الحديث هنا عن بلدة دابق في ريف حلب الشمالي التي تحمل رمزية دينية بالنسبة لتنظيم الدولة باعتبارها من ملاحم آخر الزمان أما ما كان الآن فهي أن دابق ومعها ثماني بلدات أخرى تحررت من التنظيم تقدم الثوار أكثر باتجاه مدينة الباب فتحوا طريقا يربط جرابلس لمارع فهل يسرع تحرير دابق من سقوط التنظيم في ريف حلب؟ للحديث تتم وتفاصيل أهلا بكم عقدة في العاصمة البريطانية لندن اجتماع دولي حول سوريا بحضور أمريكي أوروبي عربي قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن روسيا واهمة إذا كانت تظن أن سقوط حلب سينهي الحرب في سوريا فيما قال نظيره البريطاني إن بلاده تدرس مع واشنطن فرض عقوبات على روسيا ونظام الأسد يأتي اجتماع لندن بعد فشل اجتماع لوزان بسويسرا تفاصيل الأكثر في تقرير لمحمد الدخم من لوزان السويسرية إلى لندن لبريطانية ينتقل الملف السوري من فشل إلى آخر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يلتقي عددا من نظرائه الأوروبيين لمناقشة الأزمة السورية وذلك بعد يوم واحد من اجتماع لوزان الذي حضرته تسع دول عربية وإقليمية ودولية وغاب عنه الأوروبيون الذين دخلوا في جدل محتدم مع الروس منذ أسابيع على خلفية مجازر حلب وإفشال روسيا للقرار الفرنسي في مجلس الأمن في لوزان كما المتوقع لم يخرج المجتمعون بجديد واتفقوا كما أعلنت الخارجية الروسية على أن السوريين وحدهم هم من يقررون مستقبلهم من خلال حوار يشمل كافة الأطراف مضيفة أن الجميع شدد على الالتزام بالحفاظ على سوريا موحدة وعلمانية وهي معزوفة تعود السوريون على سماعها في عشرات المؤتمرات الدولية التي عقدت لبحث قضيتهم أما أن تحدث توافقات نوعية لحل قضيتهم فهذا ما لم يكن إلى الآن فوزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف اكتفى بالقول إن الأطراف المجتمعات اتفقت على وجوب الاستمرار في الاتصالات خلال الأيام المقبلة أما نظره الأمريكي جون كيري فزعم أن اللقاء أسفر عن أفكار جديدة دون أن يوضح ماهيتها وبحسب مصادر إعلامية فإن الاجتماع ركز على الأفكار التي قدمها المبعوث الأممي ديمستورا والمتعلقة بانسحاب جبهة فتح الشام من حلب باتجاه إدلب ووقف الغارات على المدينة وإذا كان هناك من جديد في لوزان فهو الموقف التركي النوعي في مضمونه ووقته إذ دعى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو جبهة فتح الشام إلى الانسحاب من حلب قائلا على حد تعبيره إنه يجب تنظيف حلب بالكامل من إرهابي جبهة النصرة ويجب انفصال المعارضة تماما عنها وهو موقف رآه البعض تغيرا في الموقف التركي وتبنيا للموقف الروسي وأفكار ديمستورا فهل هذا ما يفهم من التصريحات التركية التي قيلت قبل أيام خلال زيارة بوت لأنقرة عن وجود تقارب كبير بين البلدين في الملف السوري وكيف يمكن أن تؤثر في المعسكر الداعم للثورة الذي لا يبدو موحدا في مواقفه ورؤيته كما معسكر الدول الداعمة للنظام خصوصا أن التعويل على الخيارات البديلة من قبل أمريكا قد دفنت في الاجتماع الأخير بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وفريقه للأمن القومي بعد تعليماته بمواصلة المحادثات متعددة الأطراف مع الدول الرئيسة سعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة السورية سأناقش هذا الملف مع ضيوفي سابا الشامي المستشار في الحزب الديمقراطي ضيفي مواشنطن مساء الخير أستاذ سابا وكذلك هشام جوناي الكات محل السياسي ضيفي من غازي عمتاء مساء الخير أستاذ هشام وطالب العواد الإعلامي والمحل السياسي الضيفي سينضم إلينا من لندن أهلا بكم جميعا ضيوفي الأكارم ومعك أبدأ أستاذ سابا الشامي هل اجتماع لندن هو لحفظ ماء وجه أوروبا لا أكثر ولا أقل؟ يعني أنا رأيي أن الدور الأوروبي بدأ يتراجع ويتقلص في الأشهر الأخيرة عندما رأى الأوروبيون بأن اللاعب الأهم دوليا وهي الولايات المتحدة لن تدخل بثقلها الكامل السياسي والعسكري أو التسليحي على الأقل في هذه القضية وهناك نوع من استسلام من ناحية النفوذ أن سوريا كانت في منطقة نفوذ الروس سابقا أو الاتحاد سوفيتي ومن ثم فإن شراسة الموقف الروسي له علاقة بتمسك الروس بسوريا كقاعدة متقدمة داخل الشرق الأوسط لمصالحها وربما هنا في واشنطن أنا أقول ربما ولكن في الواقع هي هذه القناعة عند الكثيرين وأنا أتكلم مع بعضهم على الأقل بأن الولايات المتحدة تريد تقليص دورها لأنه في السنوات على الأقل الخمسة عشر الماضية كان في الواقع دور أنهك الخزانة الأمريكية وأنهك العسكر الأمريكي فمن هنا الدور الأوروبي يعني هو عبارة عن مرآة لدور الأمريكي والدور الروسي في هذه المرحلة هو تعبير عن الموقف الثابت الصلب للروس بأن هذه منطقة نفوذ لا يستطيع التخلي عنها لأسباب عديدة أهمها تاريخية طيب ماشي أستاذ الشام إذا كان هذا الموقف الأمريكي فهو واضح من خمسة أعوام يعني واضح موقف لا يوجد استراتيجي في سوريا لا تهم الإدارة الأمريكية الحالية ما يحدث في سوريا ما إلى ذلك لكن الوضع في تركيا هو مختلف تماما هناك من وصف تركيا بأنها مفتاح الحل الوحيد بالنسبة للثورة السورية لكن على ما يبدو الموقف التركي الآن يتغير بشكل واضح وعلى ما يبدو بأن هذه هي النقاط التفاهمات أو التوافقات التي تم الحديث عنها بأن هناك توافقات روسية تركية فيما يخص سوريا صحيح أم لا نعم يعني تركيا عولت كثيرا على الموقف الأمريكي في بداية الأزمة السورية الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكثر من مرة صرح بأن هناك خطوط حمراء للولايات المتحدة وستقوم بحراك إذا ما تجاوز النظام السوري لهذه الخطوط الحمراء وبناء على هذه التصريحات القوية من النظام الأمريكي الحكومة التركية يعني اتخذت مواقف كثيرة جراء هذه التصريحات التي جعلت الحكومة التركية تقدم على أوروبا يعني علاقاتها على حساب روسيا وإيران ودول الجوار بشكل نعام ولكن خلال الخمس سنوات أمريكا لم تقوم بأي حركة يعني حيال النظام السوري والموقف التركي يعني بدأ يعني تركيا بدأت وحدها في هذه المواقف القوية ضد النظام السوري والآن تغير من هذا المنحة لتفتح الطريق أمامها يعني أمام سياستها التي دخلت بطريق مسدود يعني حول الموقف السوري طب يعني الطريق المسدود التركي بالسياسة التركية ماشي ماشي أستاذ الشام يعني الطريق المسدود التركي تأتي على حساب الشعب السوري منذ بداية الثورة لماذا يتم الحديث بأنه هناك خطوط حمراء تركية الآن نستمع من تركيا إلى يجب تنظيف حلب من جبهة النصر أو جبهة فتح الشام ما الذي أدى تركيا إلى إخراج مثل هذا تصريح نعم يعني كما نعم عزيزي يعني بداية الأمور يعني اختلفت تماما من بداية الثورة إلى هذا اليوم كل الدول غيرت مواقفها إلا الدول المعينة يعني التي تدعم النظام السوري مثل روسيا وإيران هي ثابتة على هذه المواقف ولكن فيما يتعلق بتركيا كانت الحوارات مع دول أوروبا يعني التي أيضا هي حليفة لتركيا في حلف شمال الأطلسي أي خيار عسكري تركي يجب أن يناقش مع حلف شمال الأطلسي لا تستطيع تركيا أن تقدم على خطوات كهذه يعني بمفردها ولكن خلال الخمس سنوات سواء الحلفاء الأوروبيين لتركيا سواء الولايات المتحدة طبعا حليف تركيا الذي يوصف بالاستراتيجي ولكن تبين بأنه ليس استراتيجي لأن دعم أمريكا للأكراد وأيضا للفصائل ربما الإرهابية بشكل غير مباشر جعلت تركيا تفكر ماليا في هذه المواقف وغيرت من موقفها نعم ممكن أن ننظر إلى الموضوع من صالح الشعب السوري لا نؤيد أنا حقيقة كشخص تغيير هذه المواقف لن يصب طبعا بمصلحة الشعب السوري وهذا طبعا لا يمكن تأييده في النعمة الضعي نعم أنا أدرك ما تقوله لكن الحديث يعني الجميع يعلم بأنه عندما تحدث لا تحدث باسمك الشخص تحدث بتحليل ربما قراتك للإدارة التركية وما إلى ذلك اسمح لي أنه رحب ضيفي الأستاذ طالب العواد علامة محلل السياسي ضيفي من لندن أهلا بك أستاذ طالب العواد يعني عندما يتحدث جونسون بأنه شكرا ندرس مع واشنطن فرض عقوبات على دمشق وموسكو بسبب حلب ما العقوبات التي قد بإمكانه أن يفرضها على موسكو تحياتي سيدي لك ولمشاهدي قناتكم الكرام أهلا بك أعتقد الغرب الآن في أزمة حقيقية والأزمة تكمن في أنه عدم موضوع رؤية أو استراتيجية للأزمة السورية نعم من خلال خمس سنوات ماضية ولحد الآن الغرب يتعثر في موقف متقدم مرة وموقف متأخر مرة السياسة مصالح أعتقد لا توجد مصلحة حقيقية في الوضع السوري عدل مأساة الإنسانية التي يعيشها السعب السوري هذا هو الموقف الحقيقي ولذلك الإعلام هو مركز على هذا الجانب فقط أما من ناحية استراتيجية نرى أن السيد أوباما صرح أنه لا هم يعني المسألة السورية ليس من أولوياتنا صحيح لذلك في تقديري والغرب أيضا تابع لما تقوله الولايات المتحدة أيضا الولايات المتحدة في أزمة حقيقية أزام أزام المشهد السوري الغرب أيضا هذه التصريحات أنا أعتقد وخلال الخمسة السنوات الماضية هي تصريحات أعتقد للإعلام وجعجعة ولا تخدم المصلحة السورية لا بهذا الشكل ولا بذاك القادر على إيجاد قوة وتغير موازين القوة هي الأرض هل هناك قدرة للغرب والولايات المتحدة على تغيير موازين القوة على الأرض أنا أعتقد من خلال الخمس سنوات الماضية لا توجد استراتيجية بهذا الجانب للتغيير يعني اللقاء الأخير مع مستشاريه السيد أوباما وهذا من عكس أيضا للغرب نعم يعني أستاذ طالب صرح أنه هو الحل الدبلوماسي صحيح أستاذ طالب يعني نحن ندرك صحيح يعني نحن ندرك أي معنى آخر هناك عجز حقيقي يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها استراتيجية منذ خمس سنوات أنا معك وأدرك هذا الكلام أوباما دائما يتحدث عن حل الدبلوماسي حل الدبلوماسي حل الدبلوماسي سينهي دورته الآن كرئيس المتحدة الأمريكية على هذا الحال لكن السؤال الأهم طيب لماذا نسمي كل التصريحة تخرج من الاتحاد الأوروبي بأنها للاستهلاك الإعلامي فقط وهي متضررة أنت تعلم ذلك جيدا الآن تركيا هي تتحدى الاتحاد الأوروبي هي الآن تقوم بفصل يعني وكانت تحدث بأن تركيا في الميزان مقابل الاتحاد الأوروبي وكفة تركيا هي الراجحة أليس كذلك شوف نعم تركيا أيضا تبحث السياسة مصالح أعيد هذه السياسة مصالح تغيير السياسة تركيا جاء نتيجة المصالح هناك موقف الآن جديد يعني للسيد أردوغان وخاصة بعد الانقلاب الذي حدث في تركيا هذا التحول بسياسة أردوغان نابع من موقفين موقف داخلي ينعكس وموقف خارجي يعني بجانب موضوعي وجانب ذاتي أعتقد هذا التغيير يعني التغيير في السياسة تركية سينعكس على الإداء الأوروبي يعني أوروبا إذا تريد تدخل من أي بوابة تدخل فقط تدخل من البوابة التركية أعتقد الأتراك الآن حسوا أنه مصالحهم بدأت تتضرر المصلحة الرئيسية في التضرر هو ليس قوة النظام السوري أو قوة ضعف النظام السوري المسألة بدأت تهدد أمنهم القومي هناك قوة تسعى إلى تقوية الأكراد وخاصة البككة أو المجموعة الصالح مسلم أو 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 هذا يجعل الأتراك يفقدون التوازن في هذه المنطقة أعادوا حساباتهم الذاتية ارتعوا أنه يجب أن يغيروا سياستهم في المسألة السورية ولكن إلى أي مدى يغيروا في تقدير قادم الأيام سيوضح السياسة التركية بشكل جديد وواضح أيضاً إعلامياً الأتراك الآن يلعبون على وتر الإعلام سياستهم بالحقيقة والواقع على الأرض تختلف عن سياستهم في الإعلام طيب ماشي أعود إليك أستاذ سابس شامي يعني فقط أنا أرجو أن توضح لي وللمشاهد أيضاً عندما يتحدث وزير خارجية أمريكية يقول بأن روسيا تحاول تطبيق حل في سوريا يشبه الحل في جروزني ما هو الحل في جروزني في البداية حتى نستطيع أن نتناقش وإياك فيه يعني في جروزني كان صح كامل لقوات المعارضة الشيشانية والتي كما نعرف كانت تنادي بإقامة دولة مسلمة أو على الأقل ذات ملامح إسلامية في هذا البحر الروسي وكان تحسس من هذا البوضوها القضية في سوريا تختلف لأن سوريا دولة عربية مسلمة بأكثريةها الساحقة ولكن النوع أو الصنف الذي لو صح التعبير يعني هو من النوعية التي في الواقع لها ميول إخوانية يعني وحتى من الإخوان وحتى أقصى اليمين المتدين في العالم العربي وهنا كان دعم أردوغان في البداية مهما وأساسيا وستراتيجيا عندما شعر بأن نفس الحركات التي دعمها داخل سوريا حاولت الإنقلاب والإنقضاد عليه داخل تركيا وهو من نفس يعني هو وجها لنفس العملة تقريبا أخذ بالحسبان أن مصلحة تركيا العليا قد تتطلب على الأقل مرحليا بأن يبتعد عن الحل الأيديولوجي ويحل الأمور في سوريا على أساس أن مصلحة تركيا الآنية الحالية لا تحتمل إقامة دولة متطرفة طيب إذا كانت روسيا إلها مصلحة في سوريا ولكن نعم إذا كانت روسيا إلها مصلحة في سوريا وهذا واضح وجه لي وهي تقوم على حماية مصالحها تركيا تقوم بتغيير كل سياسة من أجل مصالحها وكما تفضل ضيفي من لندن السياسة مصالح فاللوئات المتحدة 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 ما إلها أي مصلحة في سوريا يعني في الواقع أنا حاولت في عدة حلقات سابقة أن نتحدث عن المصالح الثابتة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وهي مؤمنة إن كان رئيس النظام الأسد أو كان رئيس الإخوان أو رئيس جبهة النصرة يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأهم في هذه المشكلة في سوريا هو الاستقرار وتهدئة الجبهة الشمالية لإسرائيل مصلحة إسرائيل هي أهم بكثير من كل المصالح الفئوية الداخلية داخل سوريا أو المحيط وهذا ليس لأن رئيس أوباما مغرم بنتنياهو أو بإسرائيل مع أنه يتظاهر ذلك ولكن الواقع هو أن المؤسسات اليهودية الصهوينية في الولايات المتحدة شبه مسيطرة على كل مفاصل الحكم من المستويات الأدنى للحكم على مستوى المدينة والكاونتي والولاية وحتى البيت الأبيض وذلك بفعل الإنخراط الغير عادي لأبناء الجال اليهودية في كل المستويات وعلى واقع بما يتعلق بالتبرع الانتخابي فإن في معظم الحالات أكثر من خمسين في المائة من المال الانتخابي في الولايات المتحدة يأتي من الجال اليهودية وهنا نرى أن مصلحة إسرائيل في هذه المرحلة هي في الإبقاء لربما على الأسد لأنه من وجهة نظر إسرائيل لم يحاربها أكثر من أربعين عام يعني الوالد والابن أنا لا أؤيد وأنا أحلل أنا أقول ما أسمعه هنا في واشنطن لأن الولايات المتحدة بما يتعلق في الداخل السوري مصالحها مرتبطة تماما بمصلحة إسرائيل ماشي أستاذ هشام طب الآن السؤال طب إحنا شهدنا هذه لا أعلم ما هو وصفها إنعطافة تغيير سياسي أو ما إلى ذلك وربما بعد حين تخرج علينا الإدارة التركية تحدد بأن موقفنا من بقاء الأسد هو موقف واضح وعلى الأسد أن يرحل طيب السؤال الهم هل سنشهد تغييرات أخرى غير التي خرجت اليوم بيجب تنظيف حلب من جبهة النصرة هل الممكن أن نشهد تصريحات جديدة وفقا للمصالح التركية طبعا حقيقة بالنسبة لتغيير الموقف التركي كما ذكر ضيوفك الكرام له علاقة أيضا بالمتغيرات الداخلية في تركيا كان انقلاب عسكري مدعوم بشكل غير مباشر من الولايات المتحدة والدول الأوروبية جعلت تركيا تعيد الحسابات بالنسبة للشأن السوري بدأ هذا الموضوع يهدد أمن واستقرار تركيا حيث تعلم القضية الأكراد هي القضية المحورية بالنسبة لتركيا لأن أي كيان كردي في شمال سوريا سيهدد أمن واستقرار تركيا في الداخل لأن 15 مليون كردي موجودين في الداخل التركي وأيضا هناك تنظيم إرهابي يعني يتم مكافحة من أكثر من 30 عام ولذلك تغيير الموقف التركي المنطقي أنا أرى بذلك لأن الحوار لا بد منه في سوريا الحوار مع روسيا هي طرف واضح في المعادلة السورية وأيضا إيران طرف أكيد في هذه المعادلة ولذلك المعاناة وعدم الحوار لن يأتي بنتائج لذلك يجب على تركيا أن تقوم بمبادرات مثل هذا لتفتح باب النقاش مع هذه الدول التي تعتبر طرفا في المعادلة السورية أما فيما يتعلق بتغيير المواقف أعتقد بأن الخط الأساسي الآن بالنسبة للسياسة التركية هو نجاح حملية درع الفرات التي تقوم بها والتخلص من فرم داعش الذي بات يهدد يعني باختصارها الصحيح الحديث الذي تم بأنه دون تركيا فقط تواقف على الأطماع تركيا في حلب يعني تركيا إلها في حلب فقط يبقى بشار يروح بشار يجل روس يعني لا أظن بأن هناك أطماع يعني كلمة أطماع أعتقد بأن يعني ستكون بالنسبة للموقف التركي يعني كبيرا لأن تركيا منذ البداية تقف إلى جانب الثورة السورية يعني تستضيف أكثر من ثلاث ملايين سوري في داخل تركيا وتقدم لهم المعونات يعني شيء يحسب لصالح تركيا ولكن بالنسبة لمصلحة تركيا كما ذكرت هي متعلقة بنجاح هذه الثورة يعني فشل الثورة السورية يعني أدى بالكثير من تغير المعادلة في سوريا ولذلك يعني تراهن تركيا على الثور وعلى دعم هذه الثورة أيضا في حلب لذلك لا تريد أن يتم تقوية التنظيمات المتطرفة التي أيضا تسبب متاعب لها اليوم في مدينة غازي عنتاب كان هناك تفجير ثلاث تفجيرات يعني حقيقة هذا الأمر يهدد أيضا أمن واستقلال تركيا كما أيضا يهدد حزب العدالة والتنمية الذي يعني يشير إلى أنه يقصد سيطرته على الأمن والاستقرار في البلاد وهذه التفجيرات سوف تثير علامة استفهام عند المواطن التركي يعني هذا أيضا يثير أيضا بعض النقاط في الداخل التركي طيب ماشي أستاذ طالب العواد عندما يقول وزير الخارجي الأمريكي إن حالب إن سقطت بعد دمارها فذلك لنهي الحرب هل هو ضوء أخضر للروس أنه استمروا بالقصف؟ سيد الفاضل بودي أفتح قوس للإجابة على مسألة غروسني غروسني بمعنى غروسني يعني سياسة الأرض المحروقة أي بمعنى آخر هاي التجربة الروسية أتت من خلال الحرب العالمية الثانية يعني من الاتحاد السوفيتي هو الحرب المحروقة يعني الأرض المحروقة أي بمعنى لأنه هاي التجربة جايت من أوكرانيا بالذات من أوكرانيا عندما انسحبت جيش السوفيتي حرك كل شيء قدامه نفس الشيء ما أجريه في غروسني هو حرك كل شيء الآن أيضا الروس هذه السياسة متبعة عندهم سياسة الأرض المحروقة وأعتقد الغرب يعرف بشكل جلي وجيد أنه الروس مستمرين بهذه السياسة لاعتبارات كثيرة لا مجال للدخول بذلك أنا أعتقد كيري يسعى والولايات المتحدة وأني هذا ليس سبق صحفي يسعى وبشكل جاد وحتى الغرب إعادة يالطة جديدة بالمنطقة أي هناك تحالفات جديدة بالمنطقة اليوم خير دليل البريكست اجتمعت البريكست مبارح واليوم مجموعة البريكست لشكل خمس دول كبيرة وعظمى وناهضة جديدة يعني نهوض جديد الصين الهند روسيا نهوض جديد اقتصاد جديد أجمعت وبشكل جلي وواضح أنه لا حل بالمسألة السورية إلا الحل الدبلوماسي أو الحل السياسي أعتقد هذه الرسالة هي رسالة استلمها يعني السيد كيري ولذلك نوه بهذا التصريح الذي جاء بعد تصريحات البريكست أي يعني بمعنى آخر أنه يسعى الغرب وأؤكد على ذلك وتسعى الولايات المتحدة جاهدة وبشكل كبير جدا إلى اجتماع يالطة أي بمعنى آخر تقسيم المنطقة من جديد على رؤية بالاتفاق مع الروس والولايات المتحدة أي لا مصلحة للشعوب لا مصلحة للثورات فقط مصلحة حقيقية لمصالحهم هذه نقطة جوهري أستاذ سابة الشامي ألا تؤيد ضيفي من لندن على هذا الحديث خصوصا أنه ما يتم من سياسة في الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن التصريحات بعيدا عن بكاء كيري وما إلى ذلك يدل على هذه النقاط بالذات ونقطة أخرى توليات المتحدة الأمريكية قوة عظمى في العالم أقوى قوة بالعالم ألا يقرقها التواجد العسكر الكبير في الشرق الأوسط سيدي أنا قلت شيء شبيه بما قال الأستاذ من لندن أنا قلت بأن الولايات المتحدة أمنت مصالحها في الشرق الأوسط ولمحت بأنها قد لربما قبلت بأدور الروسي في سوريا وهو دور تاريخي فإن تريد أن نسمي هذا الترتيب يلتا جديدة إذن نسميها يلتا جديدة بما يتعلق بالتسلح والتسليح والوجود العسكري الضخم لروسيا ودول أخرى مثل إيران في سوريا وكل العسكرة القائمة الآن لا أعتقد أن هناك عزوف في واشنطن عن القيام بمهمة الشرطي الإقليمي في شرق الأوسط وأعطاء القوى المحلية هذه الأدوار تركيا فهمت هذا الشيء من حيث أن كانت تتوقع دعما أمريكيا لصد روسيا في سوريا وعندما وجدت بأن الدور الروسي ازداد قوة وصلافة والدور الأمريكي ازداد تراجعا وهو ليس تراجعا لأن الولايات المتحدة أقل قوة وأقل عدم من روسيا فأنت تعرف وأنا أعرف بأن القوة الضاربة للولايات المتحدة هي أكبر بكثير وقوة الولايات المتحدة في تحريق قواتها والإمدادات في العالم لا يعني هي فوق وأكبر من أي قوة أخرى على وجه البسيطة ولكن هي أولويات سياسية وكما قال الزميل من لندن هناك تقاسم الولايات المتحدة قابلت بإعطاء سوريا يعني هي ليست إعطاء هي ليست لها هي تنازلت عن سوريا لصالح الروس لأنهم من وجهة نظر الروس هم الأوصياء التاريخيين على الدولة السورية وأقول الدولة السورية ولا أقول الشعب السوري نعم طب أستاذ الشام برأيك إلى أين درع الفرات الآن تركيا هي تدخل عسكرية في سوريا لا أتحدث عن العراق بتاتا الموضوع عن سوريا إلى أين ستستمر ما هي آخر حدودها في سوريا نعم قبل الساعتين من الآن كانت تصريح لوزير الخارجية مولود شغل عن هذا الموضوع تحديدا وبعد تحرير قرية دابق التي تحمل أهمية استراتيجية في هذه العملية أكد بأن هدف هذه العملية هو الوصول إلى مدينة الباب هذه النقطة التي حددتها الحكومة التركية كهدف لعملية درع الفرات لماذا مدينة الباب لأنها تفصل بين الكنتونات الكردية التي تهدد كما ذكرنا أمن واستقرار تركيا لا تريد على حدودها لا تنظيم داعش ولا تريد أيضا أن تسيطر القوات الكردية على المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش ولذلك مدينة الباب هنا تلعب دورا مهمة في هذه العملية والحكومة التركية حددتها كهدف بالنسبة لعملية درع الفرات نعم سأتحدث مطولا عن تابق أرجو أن تبقى معي أستاذ هشام جوناي الكات محل السياسة ضيفي من غازي عن تاب للحديث في المحور الثاني عن هذا الملف شكرا لك أستاذ طالب العواد الإعلام محل السياسة ضيفي من لندن شكرا لك أستاذ سابع شامل مستشار في حزب الديمقراطي ضيفي من واشنطن باصل أيها الأكام